إذا كانت هذه القوى السياسية التي تمثل المشهد للمرة الخامسة لم تستطيع أن تحدد رؤية ومنهجية موحدة واتفاقات فكيف بها يمكن أن تحدث التغيير وكيف يمكن لها أن تصنع مستقبلاً لهذه الأجيال وإحنا في كل مرة نقول مو بهذه الانتخابات بالانتخابات المقبلة الانتخابات المقبلة هي التي ستأتي بالجديد ويأتي ويبدو أن هناك لعنة في المشهد السياسي هذه لن أستطيع أحداً منهم أن يتجاوزها بل على العكس في كل مرة وفي بعد كل دورة انتخابية يتعقد المشهد ويصبح أكثر تعقيداً وهذه التعقيدات الخاسر الأكبر فيها المواطن مثل ما ترون الآن الإرهاب وداعش وقوى أخرى في الداخل وفي الخارج نشطت وهذا مزيداً من الدماء لضحايا ولأبرياء إذن عن ماذا يختلفون؟ وهل الأمر فعلاً يستحق أن يختلف عليه إلى هذا الوقت؟ لحد الآن الصورة ضرابية وتحتاج إلى إضاحات وتحتاج إلى تفسيرات أنه إلى أين المسير؟ وأين ستحط الأشرع وأن اتفق اليوم؟ هل هذا هو الاتفاق أو ما يحصل من اتفاقات سيدوم طويلاً؟ أم أنه تحصيل حاصل لدفع العملية إلى الأمام ولو لأمتار أو خطوات محدودة؟ وهل تكون هذه الخطوات محشوبة بالقدر الذي يصنع مشهداً سياسياً متماسك؟ وبالمقابل هناك شعب متوثب ينتظر قد يفقد صبره في اللحظات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر